بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله مع شرح موقع كافي موقع كافي شبيه جدا موقع باتريون يقدر اي حد انه يعمل اكاونت على هذه المواقع ويستقبل تبرعات من المتابعين له او المشاهدين لقناته او المستفيدين بالخدمات اللي يقدمها على الانترنت يقدر اي حد انه يدعم صانع المحتوى عن طريق هذه المواقع لكن طبعا موقع كافي اشمل شوية و اكبر شوية هو طبعا مش في شهرة موقع باتريون زي ما حدثك اعرف كل الناس طبعا دلوقتي عارف موقع باتريون و ناس كتير جدا مسجل عليه لكن موقع كافي بيمتاز ان تقدر تقدم عليه كمان خدماتك للمتابعين لك على الموقع تقدر تفتح متجر وتبيع اي حاجة سواء كانت حاجة مادية او حاجة رقمية يعني اي حاجة مادية او حاجة رقمية حاجة مادية لو حدك مثلا عندك اجزة كمبيوتر تبيع تليفونات تبيع كشاكيل تبيع اي حاجة مادية تقدر تمسكها في ايدك او حاجة رقمية حاجة بتقدمها على الانترنت مثل تصميم لوجو مثل تصميم فيديو هذه حاجات كلها رقمية لا نستطيع ان نمسكها ليس ملموسة في ايدينا تقدر حاجاتك تفتح الكون على موقع كافي وتبدأ في عرض تصميمك او عرض خبراتك على الموقع و يأتي بعد كده الناس تستفيد من هذه التصميم او من هذه الخبرات تقدر حاجاتك بطريقتين اما انك انت تفتح متجر او انك انت تحصل على عمولة نظير تصميمك مثلا للوجو حد يطلبه بالاسم يدعلك موسطات معينة للمحل وتبدأ تصميم هذا مثل موقع خمسات كده الموقع طبعا مش شهير جدا مثل موقع باتريون فعشان كده ما تلاقيش لي يعني ناس كتير تتكلم عليه على الانترنت ما تلاقيش ناس كتير مشتركة فيه يعني هنا بس بيقولك نص مليون تقريبا بس المشتركين في الموقع خمسمائة ألف كريتور يعني خمسمائة ألف من منشئ المحتوى فقط المشتركين لحد دلوقتي او بيحبوا موقع كافي زي ما هو كاتب كده دلوقتي بتقدر حاجاتك تتعرض هنا كل حاجة تتخيلها تقدر تبعها يعني لو حاجاتك مثلا كاتب لو بتعمل صوتيات بتعمل مطور للانترنت بتعمل ميوزيك بتعمل أي حاجة تقدر انك انت تتبعها على الموقع لو انت فنان فيديو كريتور تقدر تبع أي حاجة داخل الموقع هنشوف ازاي دلوقتي طريقة تسديل داخل الموقع وازاي بنقدر نستفيد من هذا الموقع اول حاجة الواجهة الرئيسية تضغط على ستارت بيتش يقولك بدخلنا الاسم والايميل والباسورد وبعد كده كريت اكاون نجيب البريد الالكتروني الاول نعمل بريده عشوائي لان انا مسجل في الموقع بالفعل بيطب منك باسورد عادي جدا بتكتبه وبعد كده كريت اكاون هنا دلوقتي خلاص بيقولك بقى تقدر تعمل فلوس على موقعك كافي او تيجي بقى تشوف لو حاب اي حاجة من حد يساعدك في اي حاجة فنحن مش محتاجين اي حاجة خلاص احنا نقول له على طول عايزين نبدأ في الشغل داخل الموقع تضغط على الميك ماني يحولك هنا يقولك بقى عايزين البيبال اكاونت بتاعك لازم طبعا تدخل البيبال فانا هقول له لا دلوقتي سكيب زيستيب وهنا بيختار لك اسم على الموقع فهو كاتب لي هنا ساعد مش عارف كامل رقم اللي هو كاتبه فانا هتغيره واخلي مثلا ثمانين ثمانين ونشوف هل الاسم ده متاح او لا متاح وبعد كده تختار صورة ترفعها من الكمبيوتر بتاعك لو ضغطنا عليها دلوقتي كده هنا تضغط عليها يحولك داخل الكمبيوتر بتاعك تختار صورة من عندك عشان تكمل البروفايل بتاعك فانا هقفل دي اقول له باربوسكيب دلوقتي مش عايز اعمل اي حاجة وهنا بيقول لك بقى اختار الحاجات اللي انت مهتم بها والانت هتبدأ فيها عقدها او بيعها داخل الموقع انا مثلا اقول له ادزاين اقول له مثلا كمان السوشيال اقول له ايه ثاني هنا فيديو ساينس ان تكنولوجي ممكن بقى تختار فوتوغرافي الصور اللي حتى تقدر انك انت تتعملوها تلاقي كل حاجة تقريبا موجودة هنا او متفرعة من الكلام المكتوب هنا اقول له next هنا بيقول لك ده الاسم وهنا عايز منك انك تكتب مقدمة كده بسيطة عن نفسك انا مثلا هكتب بالعربي مصمم الموقع بيقبل الكتاب بالعربي ويقبل تقديم الخدمات بالعربي الميزة اللي فيه منطق تقدم خدمتك للعرب لا يوجد اي مشاكل خلص وتكتب كل حاجة بالعربي داخل الموقع هنا هتقول له مصمم جرافيك مثلا وبعد كده طبعا بايو لازم تكتم لها تتملع كلام كويس عن نفسك داخل الموقع هنا بيطلب منك رسالة تفعيل جات لك على الميل انا هنا اعمل تحديث واشوف الرسالة اللي جات لي خمسة تمانية تمانية واحد او اضغط هنا على الاكاونت بس انا مش هتضغط على الاكاونت طبعا عشان هنا الميل مش ميل مزبوط طبعا ميل مهمل ما بيقاش موثق اوي زي جيميل والياهو الكلام طبعا هنا هاخد الرقم اللي هو خمسة تمانية تمانية واحد كده خلاص عمل لي اكاونت باسم ساعد تمانين تمانين على موقع كافي اه نضغط بك وبعد كده نشوف هنا ايه طبعا حضرتك لازم تدخل البيمنت سيتنج بتاعتك لازم تدخل البيبال وهنا بيشتغل مع البيبال وموقع تاني كمان كده انا مش فاكره او لان مش عارفه طبعا مش مهتم بي فما عرفش هو ايه بالزبط فطبعا لازم تدخل البيبال وغير مسموح او اسمه موقع استريب بيبال او استريب غير مسموح طبعا بالحسابات البنكية فهذاك لازم اضطر بانك انك انت تشترك في البيبال او لو تعرف استريب وعايز تشترك فيه مافيش ايه مشاكل برده دي كده الواجهة الرئيسية للموقع زي ما شايفين كده 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 ان انت مصمم جرافيك وتقدر انك انت تبدأ بقى في التعامل مع الموقع هنا طبعا زي ما شايفين واجهة شابهة جدا بواجهة فيسبوك تقدر انك انت تكتب بوست لو حابب انك انت تكتب بوستات على الصفحة لو حابب انت تقدم خدمات بقى تأتي هنا على طول عشان ما نضيعش وقت نأتي هنا على الثلاث شرط الموجودين فوق بعض دي الحاجات التي نتعامل معها الممبرشيب لو حددك هتقدر انك انت تستقبل تبرعات من المتابعين لك طبعا برضو هنا لازم قبل ما تعمل اي حاجة او مع ستريب لكي تستقبل تبرعات من المشاهدين نرى طريقة التسجيل على الموقع سنتقل للأكاونت الرئيسي او الأكاونت الذي اعملته بالفعل وربطته بالبيبال هنا طبعا موجرات من تضغط الكنيكت لكي تستفيد بأي حاجة الممبرشيب او الشوب او الكميشن دي الحاجات التي نتحدث عنهم فقط لان البيانات كله ممكن تكتشفه بسهولة جدا وطبعا يستحب انك انت تكمل كل بياناتك تأتي هنا على سيتنج وتكمل كل بياناتك الممبرشيب والشوب والكميشن دي الحاجات التي نتحدث عنهم لكي تستطيع التعامل مع اي واحدة فيهم يجب ان تربط حسابك الاول بطريقة من طرق الدفع البيبال او الستريب وطبعا مدام ربطت مع اي واحدة فيهم الثلاثة تربطوا ونحتاج ان تدخل بياناتك على الموقع ثلاثة ثلاثة حاجات ونستطيع التعامل ثلاثة اي واحدة يكتب لك الايميل والايميل تستخدمه على الايميل لا الايميل على الموقع يعني لايجب ان تسجل على الايميل مختلف عن الايميل الذي تسجل به على الموقع تكتب الايميل الخاص بالايميل وبعد ذلك تختار العملة وضغط next بعد ذلك رابط البيبال بالموقع الكافي ونعمل معك لا يوجد أي مشاكل سهلة جدا طريقة الربط لكن طبعا لا أستطيع عملها لأن انا رابط الأكاونت على البيبال هو أكاونت واحد والأكاونت يأخذ وقت في عمل أكاونت على البيبال رابطه مع الحساب الرئيسي الذي اعملت عليه سنتقل بعد ذلك لجوجل هذا طبعا باتريون نذهب إلى موقع كافي هذا الأكاونت الذي أعمله على موقع كافي حالا لنعمل حوالي نصف ساعة تقريبا كما نرى هذه الوجهة الرئيسية التي كانت موجودة هناك موجودة نحية الثانية على موزيلا فيرفوكس الذي عملنا أكاونت واهمي هنا الممبرشيب التي ضغطنا عليها لكي نرابط الأكاونت بالبيبال فتأتي لك شاشة ثانية مختلفة عن الشاشة التي ترى هناك هنا تستطيع حضرتها تضيف تاير ماذا تستطيع تضيف تاير؟ يعني تستطيع تضيف متبرعين لك ثم تضغط عليها و تقول لهم ماذا؟ تاير نيم هنا مثلا حضرتك تقدم محتوى مثلا على اليوتيوب تشرح مثلا برنامج الفوتوشوب هناك شخص يقوم قدامه شيء لا يفهمه حضرتك في الفيديوهات التي عملتها شيء لا يفهمه ستتواصل معه كيف؟ ستتواصل معه عن طريق رسائل على المسينجر يعني لا يسمع صوتك مثلا هنا يمكنك تقول له ان هنا ستبقى المستوى الفردي المستوى الفردي في الدعم سيدعمك بكام؟ المستوى الفردي سنقوم به مثلا بثلاثة دولار هنا على علامة الدولار ستعمل هنا ثلاثة دولار هنا اد بنفت ستكتب له المميزات التي سيقوم به ستكتب له مثلا direct messages ستكتب له رسائل مباشرة ودسكريبشن تكتب له مثلا هنا تستطيع مرسلتي لو قدرت في الكتابة في غلطات املائية ليس مشكلة لكي أكتب بسرعة تستطيع مرسلتي عبر مثل جد مثلا يعني تستطيع ان ترفع صورة للمستوى الخاص بالمساعدة أو تستطيع ان ترفع صورة لهذا التبرع يعني هو يتبرع لك بثلاثة دولار مقابل ان تتكلم على المسينجر وحاول ان ترفع صورة للخدمة لو هي لها صورة تستطيع ان ترفع صورة وتعمله هنا welcome message ثم تقول له سيفي الآن هو حفظ عندنا حفظ عندنا التبرع بثلاثة دولار وطبعا لسه لا يوجد اي حد تفاعل مع هذه الخدمة تقدر انك تعمل او تقدر انك انت تلغيه حالك تضيف المستوى الزهبي اللي هو يتواصل معك مثلا تلفونيا عبر رسائل واتساب فقدر انك انت تضيف كمان طير هنا كما نرى وتبدأ انك انت تكتب الزهبي وخمسة دولار مثلا او عشرة دولار وتكتب الزهبي اللي عايز يتواصل معك يقدر يتواصل معك عن طريق الرسائل حسنا نرى القصة دي هنا كده نقدر نرى ازاي يعني المستوى ده كده نقدر نرى ازاي ممكن نروح على الاكاونت الوهمي اللي عملناه على موزيلا فييرفوكس ونقدر ان احنا نتصفح الاكاونت الخاص بي هنا على الموقع ده على موزيلا فييرفوكس طيب دلوقتي ده بالنسبة للميمبرشيب دي حاجة جديدة وما لسا عملها الميمبرشيب انك انت تقدر تضيف متبردعين او خدمات معينة تقدمها لبعض متابعينك على الموقع طيب نروح بعد كده بقى على شوب برضو لو تفتحت شوب وانت مش رابط حسابك بالبيبال هيقولك اربط حساب الاول بالبيبال زي الصفحة اللي شفناها هنا على هتيجي نفس الصفحة اللي موجودة دلوقتي قدامنا زي ما شايفين كده لو ضغطنا على شوب احنا دلوقتي على موزيل لفيرفوكس دل اكاونت الوهمي اللي احنا بنشرح عليه هايقولك اربط حساب على البيبال او على ستريب فانحنا هنرجع تاني احنا بعد ما ربطناه هتظهر لنا الوجه اللي احنا موجوده دلوقتي قدامنا تأتي هنا تقوله بقى ايه الشوب بتاعك المحل بتاعك انت تفاتحه ده مفتوح ولا مقفول فطبعا هتقوله مفتوح هتقدر تضيف اي بروتكت بقى هتقوله مثلا البروتكت باعتك تصميم لوجو أو مثلا هنجدان صورة احنا نبيع صور مثلا اي هدل ا ا ا ا ا ا ا او ا ا او الال هدل ا 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 اец ا ا انتم الفيزكال المشادي Так Coming to the microphone كلنا اليما أشيد den اشيئات الملموسة اي كتب겠습니다 مثل الناس المستفdenlyارو DIS Me Councils انسintérieur لنا اصابك قدامنا beside us مثلا سأقوم بتصوير صورة في جزر القمر وتكتب محترم وبعد ذلك هنا Product Image يريدون صورة للبرودكت التي تبدأ تضغط عليها يحولك على الموقع على الكمبيوتر لانك ان تختار أي صورة كما نرى هذه الصورة في جزر القمر وبعد ذلك Product Video لو حدك عمل فيديو معين وتعرضه على اليوتيوب وهناك الكثيرين تعمل إعلاناتها على اليوتيوب وتعمل فيديو ويعرض هذا الفيديو على اليوتيوب وتنزله هنا البرودكت السامري تستطيع أن تكتب نفسه عن البرودكت أو مختصر مفيد يعني تكتب مثلا أن هذه الصورة تصورت في المكان الفلاني يعني شيء مختصر جدا أو تستطيع أن تضيف PDF لو حاب أنك توصف في وصف طويل الكاتيجوري تضيف الكاتيجوري هنا مثلا لا 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 يجب أن نكتب لا يجب أن نكتب اختيارات يمكن أن نكتب عارض ونضيف لا تضيف الكاتيجوري التي نريدها ثم ستضيف الصورة التي ستبيعها او الصورة التي ستبيعها احنا نريد الفايل الذي سنبيعه الفاعل فأنا سأجيب له نفس الصورة يعني كنت أجيب له الفوق بعرض الصورة دي كعرض للصورة لا كلها تكون نفس الحكاية كلها جي بي جي صورة سنستطيع أن نرفعها هناك دلوقتي او لو حدتك تبيع على موقع خاص بك تنزل هنا بقى الموقع يعني لو نحن مثلا نبيع على الموقع الخاص بالعلم ناحية الموقع الخاص بتاعنا فأردنا أن نحن نبيع مثلا الصور الموجودة هنا دلوقتي على الموقع دلوقتي نستطيع أن نأخذ على طول هنا اللينك اللي فوق ده نحن نحن نسخ ونذهب على الموقع ده ثاني ونقل له هنا direct url تحدد بقى هذا البيع فأنا نحدد مثلا البيعي بثانين دولار وبعد ذلك هنا اتشنا الابشنز تقدر تضيف الابشنز دي او تلغيه الابشنز دي خاصة بان لو حدتك مثلا عندك كمية محدودة يعني تبيع مثلا الصورة دي هتبيعها ثلاثة أو أربع مرات عايز رسائل خاصة من المشترين او عايز سيبلهم رسائل خاصة بتقدر انك انت تسيب كل الحاجات دي كلها للمشترين هنا تقدر تسيب رسالة او هنا بتقولهم ان انت عندك كمية محدودة من المنتج بتاعك او هنا تقدروا ان هم يقدروا يحددوا الكمية بتاعته فانا هقول لهم ان انتوا تقدروا تحددوا الكمية بتاعتكم اللي انتم حابين انتم تشتروها هنا بعد كده هتقول له وبعد كده ايه 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 يعني حركة عملت هذا البردكت انت دوزنت كنتين اني الليجال ادلت كنتينت يعني الحاجات دي بفيش فيها حاجة بقية للادلت ولا فيها حاجة غير قانونية وبعد كده سيف انتببش طبعا انا مش عامل انا للصورة فطبعا هتطرر ان انا مسحة تاني بعد مخلص تسجيل الفيديو لان الصورة دي مش من تصويري فانا همسحة على طول اول مخلص تسجيل الفيديو عشان ما يبقاش في اي مسألة قانونية اسملي هنا محتاج ان ندخل اسملي اه هنا كده اسملي 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 وفتح لي هذا اللينك إذا كنت تسوق مثلا على الفيسبوك تستطيع أن تأخذ هذا اللينك ويقول لك هنا بدولار وهو متحدد بدولار ستستطيع أن تزوده لو حاب أنك تتبرع للراجل المصور هذه الصورة ثم تضغط جيت ناو وتشتري الصورة حيث تكون مسجل في الموقع لأنه يطلب منك بيانات الشيرة التي ستشتريها وهذا الأكاونت لو ضغطنا عليه يحولك على الأكاونت الخاص بي وهو هنا خالف 79 وهو المحل الذي فتحه وهو المحل الذي فتحه وهنا الجالوري وهذه الصورة التي نزلتها قبل ذلك وهو نفس الصورة وأبوت يجب لك مصور جرافيك ومصور وعندي يوتيوب يعني منشئ محتوى على اليوتيوب وهذه المجالات التي انا مهتم بها كما ترى تستطيع تتبرع بـ 3$ للحساب وهو الحساب الخاص به على الموقع حسنا ثم نرى 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 ثم نضغط على كوميشنز كوميشنز على موزيلا فايرفوكس نرى ثم نرى اربط الحساب الأول فتح 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 على طول لكنه لا يمكن أنه يقبل منك أي شيء غير عندما تربط الحساب تربط الحساب كما نرى الـ Payment method ستأتي هنا يجب أن تربط الحساب على أي شيء من الوسائل الدفع سأعود ثاني إلى جوجل ونقول له الآن نريد أن نأخذ ماذا بالفعل بين الشوب الشوب تصبح عملت منتج وبيعه مثل الصورة التي نبيعها أنا صورت الصورة ويبيعها لا فإنك طالب مني شيء أفعله لك طالب مني لوجو أفعله لك أقدر أفعل لك هذا اللوجو أقدر أصور لك صورة معينة بالطريقة التي تريد أقدر أفعل لك فيديو وهكذا هذه هي فكرة يعني تطلب موقع خمسات كما تدخل تطلب منه شيء تطلب خدمة ثم تطلب خدمة يجب أن تطلب خدمة يجب أن تضغط على open لأنه يبدأ أصلا على closed يعني الموقع يبقى الموقع يبقى closed ثم تضغط على open تفتحه وبعد ذلك لو أحب أنك تعمل خدمة الخدمة فتضغط عليها هنا تقول له مثلا أنا أفعلها 20 مرة ثم تأتي هنا introduction to buyers تأتي تكتب مقدمة للمشترين أي مقدمة هنا أيضا سأتكتب بطريقة احترافية وهنا أيضا الشروب في طالب الخدمة مثلا يجب أن تديني المقاسات التي تريدها وتستخدمها فين وتستخدمها تجاري أو وتستخدمها لأستخدام شخصي والمقاسات 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 التي تشترط مع المشتري ثم هنا أريد أن تتواصل كيف أنا مثلا هكتب له عبر المسنجر سأتتواصل عبر كل شيء اللي أنت عايزه الكميشن بتضيف هنا برضو تكتب هنا تصميم لوجو مثلا يعني بتكتب الحاجة بتاعتك بقى اللي أنا هسلمك اللوجو مثلا وحسلمك وهسلمك أكتر من صيغة وتكتب كل حاجة عن اللوجو اللي هتصممه وهتعرضه على أو مش هتعرضه الحاجة اللي هتصممه للمشتري اللي هيشتري منك وبعد كده هنا مثلا نتيجي تقول له أنا بصمم اللوجو بعشرة دولار لو حضرتك حابب أنك انت تعرض بعض المنتجات بتاعتك على الموقع بتنزله له هنا كده فتقول له أنا مثلا صممت اللوجو ده دي صورة طبعا مش لوجو أنا صممته وده اللوجو بتاعي بعد كده هنا بتيجي بقى يعني بتخليه مفتوح هنا لو حابب أنك انت تعمل للمت للخدمة بتاعتك بتعمل بس طبعا ما ننصحكش خليها مفتوحة وإن شاء الله تعمله عشر مرة المشكلة هنا دلوقتي خلاص نزلنا الكمبيشن زي ما نرى تصميم لوجو 10 دولار المنتمسود زي ما نرى نسجلنا قبل كده فعشان كده مش بيسألنا عليها تاني تقدر انكين تتعدل خدمة او تمسح الخدمة بتاعتك تاني طيب دلوقتي بقى اللينك بتاعنا فيه برضو الزوارات مهم جدا او الاختيار ده مهم جدا لو ضغطت عليه بيجيبلك هنا الكوفي الكوفي دينيشن دا ده لو ضغطت على اللينك الموجود دلوقتي قدامك لو ضغطنا عليه كده الكوفي واخدناه وروحنا على اي موقع عندنا بنلاقي فيه ان انت ممكن تضيف اللينك ده داخل الموقع بتاعك او دخل صفحيتك كما ترى ده الوقت ان اضيفه هنا support me on coffee تقدر تضيفه كم من اي موقع تقدر انك انت يعني هنا مثلا على الموقع جوجل ضغط على التعديل وانتقال هنا ونطلب وكاة اضيفه هنا ضغط على الحصيات اللي هم مبتوحين اصبعها ونقصين بالبرمجة الموقع تضغط عليهم وبعد كده تقل له تدخي الكود هنا تعمل نسخ وبعد كده insert يجيبلك على طول الايكونة الموجوده قدامنا اللي هي support me on coffee طيب دلوقتي اخر حاجة عندنا في الموقع اللي هي upgrade now. لو حادثتك بقى حابب انك انت تعمل upgrade للجولد. يعني تقدر انك انت تحدث الموقع بتاعك. او تحدث الاكونت بتاعك للجولد. تستفيد اي من القصة دي? تستفيد الموقع مش هياخد منك اي عمولة في اي حاجة خالص على مبيعتك. يعني الموقع هنا بياخد خمسة في المية عمولة. وطبعا بيقول لك مجانا. بس هو مجانا للعضويات اللي هي الزهبية اللي مسجلين اه داخل الموقع اللي هما بيشتروا يعني بيدفاعوا الموقع ستة دولار شهريا. لو حادثتك مبيعاتك اه الموقع ياخد منك عمولة اكتر من ستة دولار شهريا. يعني الخمسة في المية من مبيعاتك اكتر من ستة دولار. يبقى حسن لك انك انت تشترك في الموقع بستة دولار شهريا. ويبقى كده كل شغلك على الموقع مجاني تقدر تستفيد من اي حاجة داخل الموقع من غير اي فوص خالص. طبعا في حاجة كتير جدا هنا مقفولة على العضوية اللي هي مش اه مقفولة على العضوية المجانية. يعني في حاجات كتير هنا حليك مش تقدر تعملها. لان هي مقفولة على العضوية المجانية فقط. وهيتاخد منك عمولة في كل مبيعاتك. وكل اه ارباحك على الموقع. هيتاخد منك عمولة حوالي خمسة في المية زي مكتوب تاخل الموقع. لو جيت هنا بقى دلوقتي. دي الخاصة بك. الاكاونت او الاكاونت المفروض حيك بقى تروج ليه هو ده. ده الميل بتاعك او الاكاونت بتاعك. لو جيتنا كده نسخ وروحنا على مزيلة فاير فوكس. وجيتنا هنا. عملنا بيست. وضغطنا. هيدخلنا على الاكاونت اللي احنا شغالين عليه. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. ده الشوب اللي احنا عملناه. وهنا بتاعتي اللي هي البوست اللي نزلته وهنا تقدر تدعمني. وهنا الكميشن لو حاجاتك حاجة انك انت تشتري معي تعمل معي اي خدمة بقى من الخدمات اللي انا بقدمها. اقدر اصمم لك لوجو وديد تصف الصيل اللي احنا ضفناها وهنا تعمل ريكويست بعشرة دولار. ده كان شرح بسيط للموقع. اتمنى انكم تقدروا تستفيدوا من هذا الموقع. هو يعني متواضع جدا طبعا ومش مشهور. لكن ان شاء الله اكيد هيبقى لي مستقبل في الوقت القريب. وان شاء الله حاجاتك تقدر تروج برضو تساعد الموقع بانك انت تتروج للاكاونت بتاعك لو عملت اكاونت عليه. وقدرت انك انت تتزبطوا شكل احترافي. تقدر تتروج لهذا الاكاونت على الفيسبوك على الاستجرام وعلى التويتر. تقدر تروج في كل مكان الاكاونت بتاعك. تقدر سفيد ماديا من هذا الموقع. شكرا لحضراتكم واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.